اشتركوا في القناة وعدبت أولادي وجاء الوقت اللي تدفع تامان موك أه ولكن عدبتني قطلتها حيتاش عدبتني كنت تستاهل أنا دبار قدر نعيش مزيان وفرحانة أسفا شوف لك غيري مش هتحمل تعبي معك انت عايز لك حدي ضحي مهما بتعمل في ويك وأنا جربت دا كله معك ضعفتي وضعفي معك أواك بس لإمتنا حفظة لضحي وقولي لإمتنا حبقى ملاك أسفا شوف لك غيري مش هتحمل تعبي معك وأنت عايز لك حدي ضحي مهما بتعمل إيه ويك حبت هوات كل حدود أكتر من المفروض وأنت ولا أقدرت علمت قلبي خلاص يوفر الإخلاص منك أنا تعلمت ألو يلا يلا خيص الوقت يلا تطعي حنان اليوم حنان اليوم شوي هيك خيابت لأملي شوي من بعد لبرايم لأنه بالبرايم نهار الجمعة كانت كانت أحسن من العادة وغنيت حلو وغنيت بلغلط وصوتها كان مرتاح وأداءها كان حلو وكان مناسب للغنية اليوم طبقة منيحة من نقيتها الصوت البوزيسيون طبعولته منيحة وعم برن الصوت بس تفاصيل الغنى مش كتير متمكنة منها مثل كأنها مش بحضرة الغنية ما بعرف بس أنه القفلات منهم سيبتين ونقصهم دقة كتير التفاصيل بدأ شغل سأتمنى على حنان أنه تشتغل غنية أكتر وهون عندها عندها الفرصة أنه هي بنقق غنية تكون متمكنة منها وشغلتها مظبوط وما بعرف اللي عملت هيك بس أنه إن شاء الله تشتغل أحسن هالجمعة أنا اليوم أتفجأت من حنان ما عجبتني ما بحب أقول كلمة ما عجبتني لأنه بنت موهوبة كتير وصوتها عم بيقبر وعم بياخد محله وبتفكد بالصف تشتغل حلو ما بعرف هيك كنت بيخة اليوم لسوق الحز فصرت الله بصفتنا وصفتت عطيهم الإفال السبت فصرت الله أنه أنت ما كان عندك وضوح بالإفال طبعي أمومة مرأة عاقر طفولة ما فهمنا عليك وفسرت الله لقيلها شخصيا قدام لك لكيف لازم توضح فكرتها ما فهمنا عم تقل له أنه قاتلي حدا ارتاحت ومش ندمانة عم تخبر ما عرفنا مين عم تخبر بعدين صرت تغني له للي عم بتخبر إنه قاسفة وقبل قبل بتك عم تقول مش ندمانة ما فهمت شي من شي بصراحة وضيقت لأنه بحبه كتير لحنان وحتى بالغنى ما غنت حلو وعب تعمل بإيدها كأنه عم تغني بحفلة يعني ما إلا علاقة باللي عم تعمله لأ في رفقاتها اشتغلوا أحسن وغنوا بأحساس أحسن ووصلوا لنا تكامل للمشهد أكتر ما بعرف ليش عملت هيك بتصير يعني بالنهاية هو لطلاب وبيطلعوا وبينزلوا يعني بتصير على قد ما بحب حنان وعلى قد ما دايما بكرر إنه أنا بشوفها مشروع ستار على قد ما اليوم زعليني منها فعلا زعليني لأنه يعني حنان بالصف معودتني على هيك شي وهي بالتحديد يعني عطول بتسألني كيف ممكن حسن وشو صار وكيف ممكن أعمل وهيك يمكن في شغلة صرت ملحظتها يمكن يلي بيغنوا منيح بالبرايم بيتكلوا إنه إذا كانوا منيح بالبرايم بيستلشقوا شوي بالإفال مع أنه حنان بوضع مش مفروض أبدا أبدا يعني لازم تضلع شد حالة بالتنين مش لأنه غنت منيح بالبرايم إنه فيها تعمل هيك إفال أول شي ما فهمت فيتي لوين هيدا المكان شو فيتي عم تتمشى يعني ما فهمت إنه لا زنزانة لا حبس لمخفر لا لا يمكن شارع مكان عام ما فهمت مكان شو هو لأنه الطريقة اللي فاتت فيه ما بتشبه أبدا الطريقة اللي خرجت منه في حدا عيطلة برضو ما فهمنا مين الشخص اللي عيطلة ما فهمت القصة مع مين كانت عم تحكي وشو اللي عملته فهمنا إنه عملت شي قتلت حدا ما بعرف عملت شي مش منيح يعني بس مرتاحة مبسوطة إنه مش ندمانة وإذا بتجي الأغني يقس في بس عشو ومع مين عم تحكي يلي هو الأهم مع مين عم تحكي مين الشخص يلي عم تحكي معه إذا بدي إحكي تمثليا وإحساس وكل شي كتير أنا هيدول كانوا يدعموها لحنان بالإفالات الماضية يعني يلي كان يشقل حنان بالمغنى هو المشهد والتمثيل هالمرة أنا ما بقدر دافع بمعنى إنه ما بعرف كيف غنيت إنه ما فيني إيجي أور غنيت منيح لأنه أساسا ما جهزتني لهالأغنية بطريقة منيحة فما أبدا ما اقتنعت لا بالمشهد ولا بالأغنية مع أنه الله بيعلم قديش بحبها البنت وقديش بلاقيها مشروع ستار اليوم كانت مش مرتاحة حنان بالمغنى طبعا كانت ضايع النوطات كانت مش مركزة لأنا بعرف بس كوني مركزة بس كوني مش مركزة بيبين يعني عوقات بتغني الغنية كتير حلوة وعوقت تغنيها كتير مش حلو ما فيه سبب تاني بيفصر هالشي إلا أنه قل التركيز يعني شو المانع واحد يغني منيح إذا هو قادر حسيتها مش مركزة اليوم مع أنه كنت مبسوطة منها بالبرايم لأنه عامل جهد يعني كانت بلشت تحسة أنه عم تشتغل تتقدم وتتخلص من خوفها وتكون مرتاحة أكتر بلشت ترتاح بالبرايم رجعت اليوم ما بعرف شو صار معا وتلبكت وكانت مش مركزة كان الطبقة مش واضحة كانو العرب مش نضاف وكانت هي مش بأحسن حريطة